الحديث عن تحقيق فرص للسلام في الحرب الدارة في غزة ولبنان حديث يشوبه الكثير من الحذر لأن هناك طرفين على طرفين قيض هناك طرف يبحث جادا حقيقة عن إنهاء لهذه الحرب وهناك طرف الذي يتمثل بإسرائيل يتعامل بمزاجية ويتعامل بتهور في هذه القصة ويحاول أن يرفع من سقف المطاليب ليضع عراقيل في عدم إنهاء هذه الحرب ويتسور أنه المنتصر فيها خصوصا إسرائيل هذه الأيام تعيش مرحلة اضطرابات حقيقية في الداخل نتنياهو كان من المفروض أن يقدم إلى المحاكمة اليوم وللاستجواب والمحكمة رفضت تمديد الاستجواب عليه لجان تحقيقية كثيرة قصة الرهائن قصة لم تحسم لحد الآن فلذلك هو يحاول أن يطيل من أمد الحرب ويحاول أن يبحث عن فرص كثيرة للحرب في هذه الحرب بالمقابل قبل يومين عقد في الرياض مؤتمر قمة عربي إسلامي موسع ضم سبعين دولة في محاولة لإيجاد رؤية مشتركة وتوجهات مشتركة بخصوص إنهاء الحرب وتم التأكيد على حل الدولتين وتضمن ذلك في مقرارات وفي مخرجات واضحة في مؤتمر قمة الرياض لأنه كل العالم الآن يجد شعبا يعيش حياة مأساوية تحت ظلال الموت الإسرائيلي في لبنان وفي غزة لا توجد سبل الحياة لا يوجد ماء لا يوجد طعام إسرائيل التي اخترقت كل القوانين الدولية باسم الإنسانية وباسم الشرعية وباسم الديمقراطية وباسم القانون الدولي تباد شعوب والآخرين يحاولون أن يجدوا حلا أمام رجل استهتر بكل القيم لديه طموحات وهذه الطموحات غير مشروعة بالتوسع على حساب المنطقة نتنياهو يعتقد أن كل شعوب الأرض يجب أن تكون تحت رحمته كل خيرات موجودة في منطقة الشرق الأوسط أو ما يجاورها على شعوبها وأهلها وقادتها أن يعطوا الضوء الأخضر لنتنياهو سياسات من هذا النوع المقررات والاجتماعات والمؤتمرات لا تخدم كل حرب وكل خطر يداهم شعب أو يداهم أمة أو يداهم منطقة أو يداهم مكان يجب أن يقرأ على حقيقته وحتى تستطيع أن تتجنب مخاطره عليك أن تجد حلولاً تتناسب معه أو تفوقه وهذا هو المنطق الموجود لكن للناس يقول لك نحن نعمل بالممكن ونحاول بالممكن وهذا واحد من الخيارات المطروحة لكن الذين راه والذين عيشه والذين استنتجه والواقع يقول هذا نحن والعالم كله أمام رجل قد استهتر بكل القيم ومن يقف معه ومن يأويه ومن يساعده هو لا يختلف عنه تماماً أن لم يكن أقسى منه ترجمة نانسي قنقر